اللي هقوله دلوقتي هو مرتبط بالملف الخاص بقطاع غزة وتوسيع رقعة الصراع وقدينا بنشوف ايه اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في بيروت واللي بيحصل كمان في البحر الأحمر وتهديد الملاحة والأوضاع المرتبكة هناك واللي يعني ما أثرتش الحقيقة غير على مصر وعلى مسألة استقرار وأمان الملاحة ومعدلات المرور بقناة السويس والدخل اللي بيجلنا منه دبعا من أهم مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة بكل تأكيد بس الحقيقة النهاردة سيدة الفريق وسامة ربيع رئيس هائلت القناة السويس اتكلم في نقطة مهمة انه اه احنا معترفين ان الوضع سيء وان السفن يعني العدد قل لكن كمان انت بشكل أو بآخر هتشتغل مع عملائك من بقى التوكيلات الملاحية وكل ما لهم علاقة بهذا الملف انك يعني غير طبعا انه يبقى فيه قصة التأمين او الخدمات او حوافز لكن كمان في حال تعرض اي سفينة من السفن لأي مشاكل خاصة بالسيانة او باللي اعتداء عليها بشكل او بآخر انه قناة السويس بتكون جاهزة للتعامل مع الملف ده على الفور وده اللي اكد عليه النهاردة السبت الفريق اسامة ربيع قال ان احنا مع عملائنا من الخطوط والتوكيلات الملاحية بنشتغل لتقليل تأثير الاوضاع تحصل دوقتي في البحر الاحمر وبباب المندب وبنشتغل على تقديم كافة الخدمات الملاحية خدمات اصلاح صيانة واللي ممكن ان السفن تحتاجها في حال تعرض للأعطال او المواقف الطريقة وقال كمان رئيس الهيئة ان شركة ترسانت السويس البحرية وهي واحدة طبعا من الشركات التابعة للهيئة قامت بالفعل باستقبال سفينة الصب الجاف زورجافيا اللي كانت محملة بألاف الاطنان بنتكلم على حوالي خمسة وخمسين الف طن وساعدتها قطرات تابعة للهيئة علشان يشتغلوا في اعمال الصيانة والاصلاح بعد ما تعرضت السفينة دي لهجوم في البحر الاحمر الهجوم اثر كان كلام ده يوم 16 يناير الهجوم ده اثر على البدن السفينة مكوناتها كان فيه اضرار خارجية واضرار داخلية كمان بعد الهجوم اللي تعرضت له زي ما بقول لحضراتكم يوم 16 يناير ففعلا اشتغلوا على ده طبعا قدراتنا الحمد لله في تقديم الخدمات والصيانة وده اللي قاموا بتوفيره على الفور وابدى سات الفريق وسامة ربيع استعداده طبعا واستعداد الهيئة بكامل تواقمها لتقديم كل الخدمات اللازمة في هذا السياق